البينات الفول السوداني او الفستق السوداني وعنده اسم قديم ما بقى كتير مستعمل نظرا للريسزم تبعه يلي هو فستق العبيد كمان كل هالأسامي عم نحكي عن شتلة وحدة يلي هي بينات او جراوند نوت هلأ منحكي ليش سميناها هيك فرح نبلش هلأ نشوف مجموعة من الصور تنعرف عن ايا نبتة او عن ايا بزرة او ايا كارنل عم نحكي اول صورة هي رح نروح عليها اليوم عم نحكي عن هيدا الصنف يلي اوقات منقدمه كتير على الطاولة بيكون موجود مع الكيس ويلي اكتر شي هلأ الترندي ويلي كتير منستعمله يمكن بالضايت او بالسويتس طبعنا هو البينات بطر يلي بيجي من هيدا البزرة او الكارنل المطحونة ويلي بتنخلط مع قصص تانية اكيد هيدا النبتة اكيد مزروعة بلبنان ولكن مش على نطاق واسع يعني مزروعة بشوية شوية بالبقاع اكتر شي بعكر بسهل عكر على المناطق الواطية بس منا كتير مربحة هلأ في كتير زابتكن مبادرات لحتى تكون زراعة بديلة لحتى يقوز زراعتها بلبنان ويكفزوا اللبنان خصوصا انه انتاجها بلبنان او زراعتها بلبنان عم بيواجه كتير منافسة من الخارج يعني البينات يلي بيجي من الدول المصدرة الكبيرة يلي اول الصين بعدين الهند بعدين الولايات المتحدة عم يوصل بعض ارخص ويكون مربح اكتر من من الزراعتها وانتاجها بلبنان نظرا لغلاق الانبوتس يلي منحطهم من اسمدة من كيمويات من كل الاصص يلي منحطها على هادي الشتلة تنعرف اكتر عن هادي الشتلة اكيد هون بدي ميز بينها وبين الفستق الحلبة ما خصم ببعض هادي نبتة زابتكن بتوصل لخمسين ستين سنتي بينما الفستق الحلبة هي شجرة توتلي تانية من عائلة مختلفة عن بعض ما خصم ببعض اذا بنا نحكي عن الفستق السوداني او الفول السوداني بالتاني سورة عم نشوف شكل هادي الشتلة يعني احنا اليوم لما بنزرع هادي الشتلة كيف شكلها هادي الشكلها هي من فصيلة البوقليات او الليجي مينوز يعني من ذات العائلة طبعا اذا بتكون الفول الفاصوليا البازيلا هول النبتات هن ذاتهم اكيد بتنزرع كتير اوقات تنريح بين موسم وموسم يعني بلبنان اذا منوح على سهل عكار مثلا في زراعة امح في زراعة بطاطا وزراعات تانية لحتى يريحوا بين موسم وموسم بيزرعوا هادي النبتة كزراعة خضرة شو يعني زراعة خضرة يعني غير انو بيستفيدوا من الفواكة طبعا او الفستق يلي بيطلع بيزرعوها لا يريحوا الارض لانه هولي هالنبتات خصائصهم البوقوليات بياخدوا ازوت من الهواء الليها بحلقات سابقة كتير وبيحطوهم بالارض يعني بيغزوا الارض وهالنقص بالازوت يلي صار ان الزراعات الكبيرة اللي صارت قبل ان كان القمح او البطاطا هن بيقدروا يغزوا الارض فيها احنا ننتقل على تالت صورة اللي نتعرف على اسم هاهدي النبتة اسم هاهدي النبتة باللاتينة هي أراشيس إيبوجية أراشيس هو اسم الصنف حتى بالفرنسيا و بالفرنسي اسمهم أراشيد البينات او الفول السوداني إيبوجيا هيدا الاسم كتير مهم إيب impulse يعني تحت جيا جيا من جياه يعني تحت الارض هون إيبوجيا اللي حتى نضل دايما دايما اللي ما بيعرفوا انو البوت طبع الفسط أو الفول السوداني هو بيطلع تحت الارض يعني نحن منقلع هيدا النبتة مثل البطاطا إذا بدكن شوي والنبتة طبعنا بتخبي هيدا هالبود أو هالفويكة طبعا تحت الأرض مشان هيك إجا اسم إيبوجيا تنتعرف شوي عليها أكيد فوق الأرض شفنا قبل شوي الورق الأخضر والزهرة يلي بيكون فوق القسم يلي تحت الأرض أكيد عنا الروتس يلي عم نشوفهم وعنا النودول فيكسينج بكتيريا يلي حكينا عنهم يلي هني بيسبتوا الأزوت بالأرض وبيغزوا هيدا الأرض بعنصر الأزوت أو النايتروجين يلي ممكن يكون ناقصة عنا الباك يلي هي سترو يلي بتمدة النبتة من فوق الأرض لتحت الأرض وعنا أكيد البينات يلي هو أهم شيء الفويكة يلي بنا نحصل عليه يلي بيربع تحت الأرض رح ننتقل على الصورة يلي بعدها لحتى نتعرف على أصناف هالنبتة أكتر أربع أصناف كوميرشل أو إذا بدكن الأصناف التجارية يلي تزرع حول العالم هني الرانر الفرجينيا سبانيش الفالينسيا شو الفرق بينتون اليوم لما بدنا نزرع صنف فول سوداني بدنا نعرف لأوين رايح إذا أنا الإنتاج طبعي رايح للروستينج أو لتشيبس أو للمكسرات يعني يروح على المحامس لازم استعمل الفرجينيا يلي هو إذا بدكن الأويل كونتنت بقلبه قليل بيجي كرانشي بتجي حبته كبيرة هيدا بيروح على المحامس يعني أنا إذا صنف بدي أدمه على الطاولة إذا أنا بدي روح على البينات بطر يلي هو هلا كتير ترندي بدي نقبها كسبانيش أو الفالينسيا أو الرانر يلي هني كريمي أكتر يعني نسبة الزيوت فيهن عالية ولو كانت البزري طبعهم أصغر ووزنا منو أدل فيرجينيا ولكن هني كريمي أكتر نستفيد منهم أكتر للبينات بطر فهول إذا بدكن باختصار الأربع أصناف يلي تزرع حول العالم وبلبنان أكيد بالمناطق القليلة يلي بتزرع البينات فهون لازم أعرف أنا لوين بده يروح الصنف طبعي لوين شو بدي أعمل هل بدي أبعثه على المحامس بنقل فيرجينيا هل بدي أعمل بينات بطر أكيد بنقل الأصناف الثالثة وخاصة الفالينسيا يلي هو من الصنف الوحيد يلي بالبود بيكون فيه أكتر من بزري يعني أوقات بيكونوا ثلاثة أو أربعة مثل ما عم نشوف بيكون لونة أحمر رح منكفة كمان تنشوف بالصور هل عم نشوف المراحل يعني إذا نحن زرعناها شو المراحل اللي بتقطع فيهم أول شي أكيد بعد ما نحط البزري بالأرض هون البينات مثلهم مثل حيالة نابتة تانية بدي يخضع لتحضير أرض هيدا التحضير بيصير بالخريف يعني منحط سماد عضوة منفلحها منشيل العشب المش منيح منكون عم نحضر الأرض طبعنا صوب أدار أو نيسان لحتى الأرض تفضى من الماء لأنه كتير مهم أنه الأرض ما تكون رطبة لما منزرع البينات ممكن يعفن منزرع النبتة منحط البزري طبعا أكيد بعد شهر تقريبا بتبلش تزهر بعد ما تكبر بتبقى زهرتها بحدود لعشرين يوم تقريبا من بعد ما يصير التلقيح مثل ما عم نشوف هلأ بالصور يعني تجي النحلة for example تلقيحها تعمل بيبلش هون يتكون الفويكي اللي نحنا عايزينه شي إنه بتم تلقيح الزهرة بتبلش هيدا النبتة مثل ما حكينا قبل تمد مثل استرو أو مثل الباج على قلب الأرض وتنزل الفويكي تحفظها بقلب الأرض مشان هيك منسميها ground not لأنه بتطلع تحت الأرض أكيد بعد من 120 إلى 150 يوم يعني هيدا النبتة بتاخد بين 3 وال4 الشهر لحتى نقدر نقطفها من بعد ما نزرعها وهو تقريبا يعني بين شهر إيب وقيلول من بلش نحصدها بلبنان من تقل على الصورة اللي بعدها لنتعرف كيف نحنا بنزرع هيدا النبتة أكيد فينا البزر نزرعه بإيدنا من بعد ما نفلح ولكن أفضل إنه ينزرع على المكناة لأنه المكناة كتير مهمة بتعملنا spacing بينتهم بتحط لنا زيت البزر يعني ما بيطلع عنا موسم إذا بدكم مطرح قليل مطرح كتير هيدا المكناة بتجي مبرمجة هلأ رح نشوف بالصورة التانية كيف فينا نوصلها على التراكتور طبعنا والفارمر أو المزارع هو وماشي هي بتكون عم تاخد هيدا البزرع تزرعها بالأرض وتغطيها قد ما لازم وبطريقة أوموجين بطريقة نظيفة كتير مهمة وبيطلع لنا موسم متجانس بالصورة اللي بعدها رح منشوف شكل هالبستانيا اللي بيطلع لنا هيدا هي النبتة طبعنا من بعد ما تفرخ يعني ما بتعلى كتير فوق الأرض هيدا شكله شكله راقة من بعد ما تطلعهم هون أكيد بعدها أول ما عم بتزهر يعني بعدها أشهر لحتى نقدر نحصدها بالصورة اللي بعدها رح منبلش نشوف طريقة الحصاد يعني هون شو منعمل نحنا شوي إذا بدكم مثل البطاطا فينا بطريقة يدوية نشيلا منشوف إذا البود صار كامل من بعد 100 إلى 120 يوم نتأكد إنه هو صار كامل إذا بدكم صار مستوي بهيدا الفترة كتير مهمة الماء يعني أكيد الماء كتير مهمة لقلا هون بدي أقول إنه هي زراعة ما كتير بتكلف يعني الكيمويات طبعها كتير قليلة والماء يعني لا تروها كتير أكيد لازم تنسأها كتير مهم خصوصا بأول مراحل ولكن ما بتستهلك ماء مثل كتير زراعات وكتير مهم على بحدود التسعين أو المئة يوم ما نصق كتير لأنه صقاية كتيرة ممكن أنه تخلي هالفويكة يلي تحت الأرض أو هالفود يبلش يعفن ويعمل أمراض فطرية هون بالسرعة اللي عم نشوفها كيف منقلعها يعني إذا منقلعها بطريقة يدوية شو منشوف تحت الأرض كل نابتة تقريبا بتاعت كتير من هالفود فيها تاعت بحدود الكيلو أو 2 كيلو من هول الفود يلي موجودين تحت الأرض هولي شكلهم سليم بيكون لونهم بني بيكون لونهم حلو بيكونوا ناشفين ما كتير متأثرين برتوبة هيدا شي كتير مهم منتقل كمان على الصورة اللي بعدها تنشوف الحصات كيف بيصير بطريقة ميكانيكية يعني إذا إحنا بننفوت هالمكانات يلي هي أنضف يلي بتقلع زبادكم البينوت بطريقة أحسن أول شي هلق عم نشوفه هولي المكانات بتشيل البرتي الفؤانية يعني بتشيل الورق والستام وبتترك البرتية اللي تحت الأرض يلي شفناها قبل شوي بالصور كمان بالصورة الثانية رح منشوف أوضح شو عم بيصير هون مثل ما عم تشوفوا بالصورة الثانية البرتي الفؤانية كلها عم تنشيل والبرتي التحتينية بعضها بالأرض أو إنه مقلعة ولكن مش هلتها والصورة اللي بعدها رح نحكي عن مكانة كتير مهمة تستعمل بالبينوت هي جراوند نات سيبريتر يعني نحن خلينا اللي تحت الأرض ولكن بعد فيه الجزور اللي موجودة وهي دي هالسترو اللي معلقة فيها كيف منفصلون هون في مكانة اسمها سيبريتر منفوت كل هالبرتية اللي تحت الأرض عليها وهي بتفصلنا إياها عن الجزور وعن القصص تانية وبتطلع لنا متل ما عم تشوفوا على ميلة اليمين البود متل ما نحن منشتري متل ما نحن منشوفوا بالسوق منتقل كمان على الصورة اللي بعدها تنتعرف كمان على المراحل هولي الأمراض اللي ممكن تصيبها هي اللفحة اللفحة المبكرة أو اللفحة المتأخرة هنه أمراض فطرية على أمراضها هيدا النبت كتير قليل ولكن هيدا أكتر مرض أو أكتر مرضين بيصبوها وهو ناتج عن السقاية الغير منتظمة أو على رتوبة عالية بالهوا يعني نتبه كيف منصق نحنا ما كتير نبلل هيدا الشتلة بالسبرينكلر صوصا بالحرارة العالية وارتوبة العالية لأن ممكن تعمل هيدا هالأمراض الفطرية وتأثر على الإنتاج بالصورة اللي بعدها كمان رح منحكي عن شي كتير مهم هو إذا نحنا سقينا كتير يعني إذا نحنا ما نتبهنا على الماء خصوصا قبل ما نحصد رح يطلع لنا هول البودز يلي لونه منه حلو يلي هن معفنين ومصابين بأمراض فطرية وأكيد بنكون خسرنا من المحصول طبعا كمان بالصورة اللي بعدها رح نحكي عن هيدا الشي اللي كتير مهم يعني إذا حصدناهن وخلينيهن بهالطريقة هيدا هالبود أو هالفويكة بيصير غير صالح وبيصير غنى بالأمراض الفطرية وأكيد السوق ما بياخده مننا ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها نحكي عن شي كتير مهم بالتخزين يعني ننتبه كتير هون بنرجع على قداش نحنا بدنا ننتبه على مستوى الماء قبل ما نحصد يعني أوقات بيكون كترنا ماء طلع لنا فويكة شكلهم كتير حلو ولكن من بعد التخزين بيبلشوا يعفنوا متل ما عم تشوف بالصورة وبتبلش نسبة الأفلاتوكسين تعلى فيهم والأفلاتوكسين طبعا هو توكسين بتفرزوا بكتيريا هو مصرطن ومسبب لأمراض سرطانية أكيد السوق بيرفضوا بعده من تال على الصورة اللي بعدها كمان نحكي عن البرتية الفؤانية شو فينا نستفيد من هيدا النبطة غير الفويكة اللي طلعت لنا أكيد الورق والتيج اللي طلعوا لنا فينا نخدهم للعلف الحيواني وهيدا شي كتير مهم يعني في كتير مزارعين غير أنه بيستفيدوا من الفويكة اللي بيبعوها بياخدوا الورق اللي ينحصد من فوق بيغلفوا بهالطريقة وبياخدوه للعلف الحيواني خصوصا للأرانب والبقر الغنم المعزي كتير هيدا الأوراق مفيدة لقلون وغنية بالعناصر اللي هني عايزينها أكيد بالصورة التانية عم نشوف كمان الشي بنسميه بينات هي يعني فيه يتجمع بطريقة دائرية مثل الأمح مثل شي تاني وأكيد بيروح للعلف الحيواني بالصورة اللي بعدها كمان رح منشوف شو فينا نستفيد القشري أو الشال يعني لما منشيلها ومنترك البزر بس لحتى نبيعه أو الكارنلز فينا نستفيد منه بتنضغط بتنعمل هول البلتز يلي هني كمان فيهم الحيوانات يكلون وفينا نحنا كمان نكون عم نولع نار طبعنا فيهم نستعملهم ككاربيرون أكيد منستفيد من القشري طبعهم أو الشال بطريقة كتير مهمة من تال على الصورة اللي بعدها كمان تنشوف شو فينا نستفيد أكيد مثل ما قلنا فيهم يروحوا الورق والشال للأنيمال فيد أو لحتى يتغزوا فيهم الحيوانات مانيور أو كومبوست فينا نستعملهم لنرجع نغزل الأرض طبعنا بايوفيول هادي كتير بتصير برا فوت تاكتجينج يعني هادي الشال فيها تنعمل كراتين ليتغلف فيهم وديكوراتيف أند كرافت يوز يعني فينا نستعملها قصص كرافت زبتكن أرتزانا هلأ راح نشوف بالصورة التانية كيف لشو بيستعملوا خصوصة الشال مثل ما عم نشوفه بنعمل فيها كيس ملاعق شوك هول المنافض زبتكن كمان كتير بيروح لهيدا الانتاج بالصورة اللي يلي بعدها ونحن نشوفها لأخر صورة هي الأويل أكيد من باي برودكت يلي منستعملهم كمان من البينوت وخصوصة البزري أكيد بتنكبس هيد البزري غنية كتير بالزيوت وهيدا الزيوت فيه استعمال بالمطبخ أو بالطعام أو بالطبخ هولي باختصار استعمالات أو فوائد البينوت وكيف فينا نزرعها وشو المراحل بتعرفوا كمان مشاهدين الليالي كل ما بيتقبل يمكن الفستو السوداني هيك حاب كمان البينوت بطر بدأ لكم أنه فيه كمان نسبة من البروتين كتير منيحة فينا نستهلكها يوميا بس مش بكترة لأنه في كل شي ما تزاد نقص ايه بنص كترته أكيد